هي ليست جروح ولا تشوهات ناجمة عن الحروق بل ندوب سببها الاستعمال العشوائي والمفرد لمادة الكورتيكويد المكون الأساسي لأدوية الربو والحساسية وحتى أدوية بعض الأنواع من السرطانات الإقبال العشوائي على هذه الأدوية بحثا عن زيادة الوزن بات أمرا مخيفا كان ضاهرة هذه في الصيداليات كان بزاف اللي جوا يدمنون الكورتيكويد سيختوا البنات لغرض السمنة لكن قبل ما نمدو لهم الميديكاما لازم نتقصيبهم إذا هاد الميديكاما الطبيب تحمدهم لهم بسك عندهم دوتر بروبرام دو سنتي ولا يستعملوا غير لأجل السمنة نفهمهم بيانسور اللي للكورتيكويد عندهم بزاف أعراض جانبية تقدر تؤثر على الصحة التحهم لذلك ما لازمش يخدوه بلا صنظافي ميديكال هذه التشوهات ما هي إلا جزء بسيط من سلسلة أمراض معقدة سببها الإصدعمال العشوائي لأدوية الربو والحساسية لمدة طويلة نحن نذكر أن هذه الأدوية تستعمل في علاج الالتهاب في علاج الحساسية وطبعا في علاج أمراض كثيرة منها الروماتيزم منها مثلا الحساسية منها الضيق التنفس منها أيضا بعض السرطانات بعض أنواع السرطان يعني يستعمل هذه المادة ولكن إذا لم تستعمل باشتشارة الطبيب وفي فطرة محدودة راح تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مضاعفات على المستوى الغدد يعني السيلوبلون اندوكرينية مضاعفات على المستوى العظام هشاش تؤدي إلى هشاش العظام بالنسبة للعضلات يكون ضمور يعني سيطدير نطرو في تعليم ميوسكول بالنسبة للجلد يصبح الجلد يعني يشفاه ويصرف فيها أمراض كثيرة بالنسبة للإنسان يعني سيطدير الإنسان يصبح عرضا الأمراض يعني تعال البكتيريا والفيروس يعني تصيبوا يعني بسهولة وتقدر تؤدي به الوفاة لا نتجاوز ثلاث أيام على الأقصى خمس أيام وإلا ندخل في ما يسمى الكورتيكو تيرابي أولونكور يعني صدير العلاج المزمن أو طويل الأمد ضرورة فرض الصرامة على أدوية الكورتيكويد بعدم بيعها إلا بوصفة طبية من الطبيب المختص مطلب قد يحمل كثيرين من خطورة يجهلونها لا تظهر أعراضها إلا بعد فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر